الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعزائي الطلبة السلام عليكم في هذا الفيديو الأول للاحتمالات هذا الفيديو رح نخصه للمراجعة يعني مراجعة الاحتمالات هذا الفيديو خاص بشعبة سير واقتصاد هذو في تجربة تجربة عشوائية مجموعة النتائج الممكنة تسمى أي أوميغا هي مجموعة الإمكانيات وآ هي حادثة حيث آ آ جزءا من أوميغا آ جزءا من أوميغا آ جزء من أوميغا وهي مجموعة مجموعة جزئية مجموعة جزئية هكذا يعني إذا احتوت الآ على عنصر وحيد يعني هذا الآ إذا كان يعني تحتوي على عنصر وحيد فقط يعني إذا احتوت آ على عنصر وحيد تدعى ماذا تدعى ماذا تدعى بي يعني تجمل عنصر وحيد حادثة أولية حادثة أولية أوميغا واشنه هي أوميغا هي الحادثة الأكيدة أوميغا واشسميها هي الحادثة الأكيدة أكيدة أما المجموعة الخالية واشسميها الحادثة المستحيلة الحادثة المستحيلة حادثة المستحيلة أو الجزء الخالي الجزء الخالي يعني تجمل عنصر وحيد حادثة المستحيلة أو متميمة نسميها أي الحادثة الحادثة العكسية لمن لأ الحادثة العكسية لأ كذلك نعتبرها أنها متميمة أ بالنسبة إلى أوميغا أي متميمة أ بالنسبة إلى أوميغا بالنسبة إلى أوميغا أي متميمة حادثة أو بيان نقولوا أنه لأنه 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 كل عناصر أوميغا مع حيث نقدر أن نكتب أن تقاطع تساوي المجموعة الخالية يعني كان حتى مجموعة مستركة بناتك كذلك نقدر أن نكتب أن عندنا A اتحاد A الضعر يساوي ماذا؟ يساوي مجموعة الأكيدة أو مجموعة الإمكانية أو المجموعة الشاملة عندنا كذلك عندنا A تقاطع B عندنا A تقاطر B هذه كيف تسمى هذه تسمى B الحادثة A و B الحادثة A و B تسمى الحادثة A و B واش تحوي هذه تحوي العناصر تحوي العناصر المشتركة بينها المشتركة مين يعني إذا كانت إذا كانت تقاطر B تساوي المجموعة الخالية نقول أن الحادثتين غير متلائمتين نقول نقول أن الحادثتين غير متلائمتين متلائمتين أو نقول الآن غير مستجيمي غير مستجيمي أو نقول الآن منقادر نقول منفاصلة تاني منفاصلة تاني هكذا من فصلتها انفرانشي يقولون إنكمباتيب إنكمباتيب ces 2 ايضا انكمباتيب عندنا كذلك الحادثة اتحاد ب الحادثة اتحاد ب ا اتحاد ب هذي وش من الحادثة هذي الحادثة ا او ب هذي الحادثة ا او ب انتبه المليح لو لا تنقرأ ا و ب وهذه ا او ب ا او ب يعني هذي وش الدورة اتحاد انها تحوي عناصر تحوي عناصر ال A و ال B تحوي عناصر ال A و ال B الآن نروح نشوف مثال على تجربة عشوائية شوفوا الآن المثال هذا اي نعتبر التجربة العشوائية التالية حيث نرمي ظهرة النرد غير الموزية فهذا ال 6 اوجه مرقبة من ال 1 ال 6 لاربما كايلي تسأل فيكم ما هي هذه ظهرة النرد ظهرة النرد هو هذا كليجي هكذا 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 وفيه وفيه فيه تصيب النقط هكا تصيب هكذا لدين والمامو كامل تعرفوه مثلا هكا 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 هذا هو فيه 6 اوجه مرقبة من 1 الى 6 المجموعة الشاملة هي اوميغا تساوي يعني 1 2 3 4 5 6 الحادثة هي الحصول على رقم زوجي حصول على رقم زوجي هنا سكون الرقم الزوجية اللي عندنا هي ال 2 4 6 حيث نقدر ان نكتبوه ان A A تساوي ماذا تساوي اي من 2 4 6 هذه هي الحادثة A الحصول على رقم زوجي الحادثة B الحصول على رقم اكبر او يساوي 3 اكبر او يساوي 3 B تساوي هكذا اي 3 بعد 4 بعد 5 بعد 6 اكبر او يساوي 3 اذا الحادثتان A و B هما ماذا؟ هما مجموعتان جزئيتان من اوميغا اي من المجموعة الشاملة اي محتوات في المجموعة الشاملة الحادثة C هي الحصول على رقم 6 الحصول على رقم 6 اذا C تساوي ماذا؟ تساوي 6 6 فيها رقم 1 فيها رقم 1 اذا هي حادثة حادثة كما كنا شكنا حادثة اولية حادثة اولية الحادثة A و B او A تقاطع B نسموها A و B هي ماذا؟ هي الحصول على رقم زوجي اكبر او يساوي ثلاثة الحصول على رقم زوجي او يساوي ثلاثة او يساوي ثلاثة اذا A هكذا اي و B وش تساوينا؟ تساوينا؟ شكونوا رقم زوجية لأكبر او يساوي ثلاثة والربعة والستة والربعة والستة والربعة والستة انتبه رقم زوجي او اكبر او يساوي ثلاثة لاحظة يعني ما قلناش يعني هنا رقم زوجي او اكبر او يساوي ثلاثة عندنا قدرنا نكتبه A اتحاد B اي A أو B تساوي ماذا؟ تساوي الرقم زوجي عندنا اثنانة وعندنا الثلاثة هي يساوي ثلاثة رقم زوجي خمسة اكبر من ثلاثة ستة كذا يعني هنا يخرج منها غير رقم واحد هكذا نكونوا دينا مثال على وشقنا في الدرس الآن نشوف قانون الاحتمال P ما مظلوب P هو ماذا؟ هو ارفاق كل مخرج XE بعدد موجب PE يعني P هو عدد موجب حيث E تنتمي الى ماذا؟ أي من واحد اثنان ثلاثة حتى للن أي P واحد باثنان أي هذه كما قلوا X1 يعني مجموعة شاملة تساوي ماذا؟ أوميغا هي X1 X2 حتى XN حيث يتحقق ما يعني أي عندما نجمع هذا العدد P واحد P2 حتى وش كين عندنا؟ لازم نصيبهم يساوي ماذا؟ واحد لازم يكونوا يساوي واحد حيث يسمى هذا العدد PA احتمال تحقق المخرج XE أي هو محصور بين صفر و الواحد يعني هذا PA هو عدد موجب هذا هو عدد موجب عندي ملاحظة كذلك ملاحظة أي احتمال احتمال الحادثة A احتمال الحادثة A يرمز له B يرمز له بماذا؟ ب P ل A أي ما يساوي هذا؟ حيث يساوي مجموع احتمالات الحوادث الأولية للحادثة A يساوي مجموع احتمالات الحوادث الأولية للحادثة A لذلك النرمي ظهرت النرد اللي شفناها في المثال السابق يعني هنا شفنا باللي مجموعة المخارج كيفاش تكون عندنا أي مجموعة المخارج هي OMEGA يساوي ماذا؟ يساوي واحد اثناني ثالثة أربعة خمسة وستة هذه مجموعة المخارج يعني من أجل كل عدد طبيعي E حيث من أجل كل عدد طبيعي E من واحد إلى آن أي من واحد إلى آن ها؟ فإن ماذا؟ فإن P ل E وش يساوي؟ واحد على ستة أي مخرج واحد واحد على ستة يعني احتمال الحادثتين A وب هما ماذا؟ احتمال الحادثتين اللي شكناهم مقبل؟ أي احتمال الحادثتين الـ A و B في المثال السابق هما ماذا؟ لاحظ أن P ل A وش عندنا؟ أي تساوي ماذا؟ تساوي ثلاثة على ستة لماذا؟ لأن لا تشفون أن A قلنا هي الحادثة الحصول على رقم زوجي وكنا شفنا باللي A تساوي الـ 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 أي مجموعة المخارج كين ستة إذن هنا لدينا ثلاثة على ستة ها؟ ثلاثة على ماذا؟ على ستة P لـ P لـ وش تساوينا؟ P لـ تساوي ماذا؟ نلاحظة أن ثلاثة على ستة نقدرون اختصرته لواحد على اثنان P لـ تساوي ماذا؟ ربعة على ستة لماذا؟ لأن الـ قلنا في المثال السابق هي الحادثة B يلحصول على رقم أكبر أو يساوي ثلاثة أو كنا شكنا بالـ P تساوي ماذا؟ تساوي أي ثلاثة أربعة خمسة وستة حالة إذن أربعة على ستة ومن هو؟ تصبح هذه تساوي إثنان على ثلاثة أي نختصر هذه ربعة مع ستة إثنان على ثلاثة الآن من خلال هذا نشوف نتيجة وسنقل نتيجة التالية نتيجة نتيجة وستقل نتيجة إذا كانت الحادثة A إذا كانت أ تحوي أم تحوي أم عنصر عنصر كما أننا يعني تحوي ثلاثة عنصر أم عنصر يكون احتماله يكون احتمال أ ماذا؟ بي أ أ حيث حيث ما أي بي لأ وش يساوي؟ يساوي أم في ما؟ في واحد على أن في واحد على أن ثلاثة يعني هنا وسط أي صبرنا أنها أم تساوي ثلاثة لأنها أم تساوي ماذا؟ تساوي ثلاثة إذن وسط ثلاثة في واحد على أن أن أي ستة على ستة ومن تساوي ثلاثة على ستة هكا صبرنا أي أن أي أن أم في لأ هذه في لأ وش تساوي؟ أي عدد عناصر أ عدد عناصر أ على من؟ على عدد عناصر أوميغا على عدد عناصر أوميغا هذه هي الأ ها ها هي ها 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 إذن بما أن نعم محب بما أن نعم با با واحد والنبل لي ما لازمش كي نجمعه أي با واحد زائد با ثنين زائد حتى ال با آن ما لازم نصيبه تساوي واحد فإن ماذا؟ فإن نتيجة ثاني أخرى وش عندنا؟ عندنا أي با يعني با لأوميغا أي مجموعة الشاملة لازم نصيبها بواحد هذه المجموعة الشاملة هي هادي زائد هذه زائد هذه لازم نصيب بواحد و با للمجموعة الخالية لازم نصيبها تساوي السفر با المجموعة الخالية وش تساوي؟ تساوينا السفر نشوف المثال هذا الذي يحتوي صندوق على سبع كوريات منها ربعة حمراء وثلاثة بيضاء نسحب عشوائيا من هذه الكيس كورة ونسجد لونها شوف نبدأ أول حاجة هي نرمز إلى الكورة الحمراء أي حمراء بر نسبة إلى روج وإلى البيضاء بيضاء 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 نسبة إلى بيضاء إذا كانت مجموعة الإمكانية هذا إذن اللحنة شعلا عندنا هنا يعود كما يسموه كاردينال 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 أوميجا كاردينال أوميجا وشو سيوي شعلا عندنا من الإمكان كاين سبعة شعلا عندنا واحدة جوز ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن لدينا ماذا أي لدينا احتمالات كل حدث أي لدينا احتمالات كل حدث أولي يعني أولي فيه وحدة وهي بإنساوي وحدة على سبعة بإنساوي وحدة على سبعة أو أقدر مكتبا على الشكل التالي أي آم أي سبعة وإي ساوي واحد والبي إي يساوي واحد أي مجموعة أما إذا في حالة ما إذا كانت إذا كانت أي مجموعة الإمكانيات مجموعة مجموعة الإمكانيات كالتالي حيث أوميغا تساوي ماذا أي ينجبد وحدة حمرة ينجبد وحدة بيثة فإن قانون احتمال كباش يكون فإن قانون الإحتمال في على أي هذا المجموعة رح يكون كالتالي شوف معي لاحظ لو ندير الجدول لنه ها هو ها هو الجدول صح هنا XA أي المخرج وهنا القانون القانون الهتمال هنا R و B هنا R ما عندي عندي ربعة إذا ربعة على سبعة لا أعرف ما من R الأول نجبد وحدة باك هنا لا أعرف وحدة من ربعة سبعة وهنا ثلاثة على سبعة هكذا إذا اللح P وش نكتب P لR وش يكون يكون أربعة على سبعة أي كسر غير قابل اختزال وP لB أنه احتمال R تع B تع B وش يسوي ثلاثة على سبعة كيف كسر غير قابل لالاختيزال أنا عندما التمرين هذا حاول دير بورز الفيديو حاول تحل هذا التمرين ومن بعد تشوف تصحيح معايا يعني من الأحسن الآن تبدأ تدرب حاول تحل التمرين أن هذا الفيديو كاميرا مراجعة يعني المجموعة الشاملة أو مجموعة الشاملة أوميجا أي أوميجا تساوي ماذا أي من الواحد اثنان ثلاثة وهكذا هكذا 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 الحادثة أي حصول على رقم مضعف للعدد خمسة اثنان أي تساوي ماذا واشا عندنا مضعف عندنا خمسة وعندنا عشرة وعندنا خمستاش هكذا هما الأعداد المضعف العدد خمسة الموجودة هنا في هذه المجموعة الشاملة ثالثا طلبوا مننا تعيين الحادثة الحادثة هي الحصول على رقم مضعف للعدد ثلاثة وأن الحصول على رقم مضعف للعدد ثلاثة ها و نحط ثلاثة ثالثة أي ب واش تساوي رقم مضعف لعدد ثلاثة موجودة هنا من بين هذه الأعداد هو ماذا عندنا الثلاثة عندنا الستة عندنا التسعة وعندنا الثناش وعندنا خمستاش هذي كامل أعداد مضعفة لأعدد ثلاثة ربي أن طلبوا مننا تعيين الحوادث A تقاطع B A A تقاطع B لاحظ A تقاطع B واش عندنا واش كل مشتارك بين كين هذا الكنز والكنز أ تقاطع B إذن رابعا عندنا A تقاطع B يساوي ماذا يساوي 15 هاي يساوي 15 عندنا كذلك متميمة A أي A بار متميمة A A بار يعني كامل أعداد الموجودين هنا في المجموعة الشاملة معداء هذون الموجودين في الخمسة والعشر والخمس يعني من واحد يعني كامل هذا معداء يعني هي ماذا هي الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة وبعد الخمسة لا لا والستة والسبعة والثمانية والتسعة العشرة لا لا الفداش والثناش عفو ثناش وثلاثتاش واربعتاش خمستاش لا لماذا سبنيها متنبي وماذا B بار أي متنبي 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 إلى المجموعة الشاملة يعني كامل الأعداد الموجود هنا المجموعة الشاملة معداء هذا تعال B لا لا يعني هي ماذا هي أي واحد الاثنان ثلاثة لا ربعة خمسة ستة لا سبعة ثمانية تسعة لا العشرة والحداش الثناش لا لا ثلاثتاش واربعتاش والخمستاش لا الآن ثم استنتاج طلبنا استنتاج الحاديثاتين أي متميمة A تقاطع متميمة B متميمة A تقاطع متميمة B أي A بار تقاطع B بار ساوي ماذا يعني الأعداد المشتركة بين ذا عندنا الواحد المشترك الاثنان المشترك ثلاثة لا لا الربعة إيه ستة لا لا السبعة إيه خمسة كفل لا سبعة وعندنا الثمانية كينة تسعة لا لا الحداش جاي ديرك الحداش وبعد الجيه ثبتاش وبعد الجيه أربعطاش ها هي صح هنا طلبوا من كامل هذه أ تقاطع ب كامل هذه وش هي هذه هي الحادثة الأكسية للحادثة أ يعني هذه وش هي هي أي الحادثة الأكسية لمن للحادثة أ تقاطع ب هذا مكان أتقاطع ب وش صنع سوف يسوي خمستاش إذن كامل الأعداد الموجود في أوميغا معد هذه معد الخمستاش هذا مكان هاي أي تسوي واحد اثنان ثلاث اربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش ثناش الثلاتاش أربعة تاش يعني خمستاش لا هاي هانا حلينا التمرين إذا كنت صحيح وحلت كما حلت أنا طريب يعليك عشر على عشرة وإذا يا حبيبي اشترك عرضت عاود الدرس عاود عاود حتى ما زال ما دخلناش في تيرمينار ما زال ما دخلناش احتمالات التيرمينار عاود نحن كذلك قانون متساوي احتمال أي في اي يساوي في اي يساوي واحد على ان مثالا عند رمية قطعة نقدية متوازنة عند رمية قطعة نقدية عفون متوازنة كنرمو يميز دورموني قطعة تعدراها قطعة تعدراها واشه الغربية يظهر بيل أو فاس بيل أو فاس يعني ظهر أو وجه بيل أو فاس يساوي ماذا يعني عندنا اي يساوي يعني احتمال يكون يساوي ماذا يساوي واحد على اثنان يعني واحدة منزوج بيل أو فاس أي للظهر أو الوجه مثال نعطيك مثال آخر ثالي عندنا قسم قسم متكون من 12 بنت 12 بنت و20 ولد صح الحادثة هي الحادثة نختار تلميذ من القسم بسبة عشوائية أي نختار تلميذ من القسم بسبة عشوائية هذه هذه الحادثة هذه الحادثة إذن فيكون احتمال الحصول على بنت مثلا فيكون احتمال الحصول على بنت هو شعال المجموعة كامل 12 هو العشرين شعال يعني 32 تلميذ و جنيرا البنت شعال احتمال الحصول هو 12 من 32 أي ماذا بكي نختصر أي 3 على 8 3 على 8 رح نشوف الآن نزيد نشوف تمرين تمرين هذا نعتبر الحادثة A أي الحصول على المحرين ووجه حصول على فهرين ووجه يعني دفوة P حيث نرمز للظهر بP والوجه F يعني زجمرات P ومرار برك F هذه ما تقول الحادثة السؤال أول مطلوب من إنشاء مخطط يوضح كل الحالات ثانيا استنتاج احتمال الحادثة A المخطط اللي رح ننشؤه هو ماذا هو شجاب يعني عندنا الرمية الأولى لاحظ جو الرمية الأولى عندنا هكذا بالنسبة بالنسبة للرمية الأولى عندنا P P وفاس أي الرمية الأولى تخرج لأبيان P وبيان فاس لك وماذا تأتي الرمية ثانية ها هي الرمية الثانية يعني كيف كيف تخرج لي P فاس P وفاس هذه الرمية الثانية رمية ثانية صح الآن نأتي إلى الرمية ثالثة ها هي الرمية ثالثة الثانية ها هي كيف كيف تخرج P فاس P فاس P وفاس و وفاس ثانية الرمية الثالثة يعني لاحظ شعال عندي من إمكانيات يعني هناك ثمن إمكانيات لاحظ أن هناك هناك ثمن إمكانيات كين ثمن شعال من هذه الإمكانيات اللي هي رأي ملائما للحادثة حيث الحصول على ظهريني ووجه يعني دو جوج تعليبي ووحدة تعقف يعني اللحظة بالليكين ثلاثة يعني منها ثلاثة ملائمة ملائمة للحادثة الحادثة أ شكون هذه الثلاثة وهي عندنا لحظة لكم أنا نبينها لك طريق طريق عندنا P P F أي زوج P P F أو بالأحرى شوف نديرو هكا أحسن شوف آه شوف بالأحرى أحسن تكون هكرا طريق هكرا P P F هكرا P P F صح يعني وش قلنا P P F P P F اللولى وعندنا كذلك الثانية اللي هي P F F P هاي طريق التاحة P مبادل F ومبادل G P هاي الطريق منا وجهة هاي يعني P F P P وف وعندنا اللي بقاتلنا هي P رحب F P P F P P هاي F وبعد تحبط للP وبعد تحبط للP وبعد تروح وين للP هاي F P P يعني كاين ثلث حالات برك لملائمة قلنا P P F هاي وبعد P F P وبعد F P P فيها زوج P واحدة باص زوج P واحدة باص وهكذا السؤال الثاني طلبوا مننا أي ما شا قالوا مننا قالت استنتج احتمال للحادثة R استنتج احتمال للحادثة R يعني السؤال الثاني عفونا عدد يعني وشنو أي P ل R نكتب ماذا هو احتمال هو P P рыв وشنو يعني عدد الحالة الملائمة للحادثة عدد الحالة الملائمة للحادثة أشعر ثلاثة إذن ثلاثة عدد الحالات الممكنة عدد الحالة الممكنة اشعر عندنا من حالة ممكنة عندنا ثمن ي lado كي ثمن إمكانية ها هو ال اشتتاج احتمال الحدثة المخطط اللي شفناه في التمرين او المثال في التمرين تعال رمي قطعة النقود هذا نسميه شجرة الاحتمالات شجرة الاحتمالات حيث ان الشجرة دائما تبدأ بما بجذر تبدأ بجذر وعن العقد لحظ هذا تسمى بالعقدة ما هي عقدة عندنا دائما هنا الغصن غصن ابتدائي غصن ابتدائي وهذا غصن ثانوي ثانوي اما الغصن اما المثار هذا اللي رأيه بالحمر نسميه ماذا المصار ما صار اي هذا هو المخطط لسميه شجرة الاحتمالات انا نشوف خواص احتمالات اذا كانت ا و ب حدثتان حدثتين كيفيتين فان ب ل ا اتحاد ب تشوي ب ل ا زي ب ل ب نقش ب ل ا تقاطع ب شوى القوانين شوى القوانين هذو راح نخدم بهم بزا ب تمارين اذا كانت ا و ب حدثتين غير متلائمتين يعني ا تقطع ب يسوي مجموعة خالية فان ماذا ب ل ا تقاطع اتحاد ب يسوي ب ل ا زي ب ل ب لماذا لان هذه ب ل ا تقاطع ب تسوي الصفر عندنا كذلك ب ل ا بار يعني متممة ا تسوي واحد نقص ب ل ا لماذا لان هذه ب ل ا بار زي ب ل ا تسوي قلنا الواحد اذا هذه تسوي واحد نقص ب ل ا كذلك اذا كانت الحادثة ا جزءا من الحادثة ب يعني ا محتوى في ب ا تنقل ض ب فانما ب ل ا تكون اقل او تسوي ب ل ب نشوف مثال المثال هذا قال لك عندها رمج زهرة النرط اي لدي غير مزيفة اوجهها مرقبة من الواحد الى الستة لكن نعتبر الحوادث التالية اي حيث ا هو الحادثة الحصول على رقم زوجي و ب هو الحادثة الحصول على رقم مضاعف للعدل ثلاثة اي راح تكون عندنا ا تساوي ماذا اي حصول على رقم زوجي اي اثنان اربعة ستة و ب هو رقم مضاعف للحصول على رقم مضاعف لثلاثة اي تساوي هكذا اي ثلاثة و ستة هذه ب لو حسبنا مثلا ا هكذا ا اتحاد ب واش نصيبه نصيبه اي اثنان ثلاثة اربعة ستة هذه ا اتحاد و عندنا ا تقاطل ب واش نصيبه تساوي العدد ستة فقط اي هذه اول صح اذا القانون اللي درناه بلات هذا اي ب ل ا اتحاد ب هنا مجموعات اما هنا قانون الاحتمال نساوي ماذا يساوي بل ا زائد ب ل ب ناقص ب ل ا اتحاد ب هكذا ومن واش يصبح يساوي يساوي بل ا واش يساوي يعني عندنا بل ا اي ب واش يساوي يساوي ثلاثة على ستة ثلاثة على ستة ومنه يساوي واحد على اثنان وبي لي ب واش يساوي يساوي اثنان على ستة ومنه يساوي واحد على ثلاثة اذا نكتب في مكان بل ا اي واحد على اثنان هكذا زائد في مكان بيلي بي 1 على 3 وناقص هذه شعال عندنا A تقاطل بي شعال هي 1 على 6 هاي 1 على 6 نجي نوحد المقامات اللي احنا وش تولي لي تولي لي هنا 3 على 6 زائد 2 على 6 وناقص 1 على 6 اذا وش تصبح عندي تصبح تساوي ماذا هذه تولي لي تساوي 4 على 6 هذه تساوي 4 على 6 ومنه وش تولي للخراك اللي اختزلت تولي لي 2 على 3 احي 2 على 3 الان لو نزيد نضيف سؤال نقول لك الحادثة مثلا نقول لك الحادثة A bar اي متممة A هي ماذا هي الحصول حصول على رقم فردي على رقم فردي الان نجبت A bar لحظة اي A bar نساوي ماذا اي من المجموعة الشاملة طبعا واحد وثلاثة وخمسة يعني الاعداد اللي ينتمون للمجموعة الشاملة كامل معدى تعال A لا ماذا تعال A لا واذا قلنا في القانون قلنا بلي P لأ بار أي المتممة واذا تساوي واحد ناقص P لأ ومنه تساوي واحد ناقص النسب P هي النسب كين وحد المقامات أنصبها تساوي ماذا واحد اي النسب لأن استعملت القانون هذا لاحظ كيف استعملت واستعملت هنا القانون هذا مكان الان نروح نحل بعض التمارين حتى ندرب اكثر فأكثر ان شاء الله الآن نحاول نحل سلسلة من التمارين أي في كل التمارين معلك إلا تدرب وتحاول تحل التمارين بنفسك ومبعد شوف صحيح تاعدين ديروا التمارين هذا اللول هو بحادثة ثانية حيث P لأ تساوي 0.3 P لأ اتحاد B تساوي 0.7 و P لأ تقاطع B تساوي 0.2 المطلوب منها هو حساب P لB ناقص P لأ تقاطع B نزمن هنا مدام طلبونا P لB إذن واش نديرونا أي طلبونا نحسب هذا شوفوا الراحة لازم هذه تخرج تولي منها تولي في الجهة اللي منها إلا هي اللي تولي P لB تساوي تساوي إذن هذه تروح مننا أو هذا تروح للجهة الأخرى أو هذا P لأ و P لأ تقاطع B يروح في الجهة اللي منها يعني كيروح في الجهة اللي منها واش تولي P لأ اتحاد B تبقى كما راهي ومن بعد هذه ناقص P تقاطع بيتولي زائد P لأنها راحة للجهة الأخرى لأ اتحاد B وعند كذلك P لأ تروح منها لناقص P لأ هذا يعني قالون هذا خرجت منه P لأ لو قالوا لي بيتولي كيف كيف خرجوا مننا مثلا ما طوني P لأ طوني P لأ خرج P لأ مننا وهذا يعني هذا يروح من الجهة اللي تبقى P لأ وحد هذا نجي معنية الآن إلا التعوض هاي P لأ تساوي P لأ اتحاد واش تساوي أي 0.7 زائد P لأ تقاطع بيستطيع أي 0.2 ناقص P لأ شعال طوالنا 0.3 ومنه 0.7 زائد 0.2 أي 0.9 ناقص 0.6 طوالنا 0.6 فأنا جاوب نحن التمرين هذا خلال ثواني نزيد وندير التمرين آخر هذا كذلك التمرين هذا وحاول جاوب بنفسك ونبتشوف الحال أو بحادثة ثاني حيث P 0.45 و P 0.37 P لأ اتحاد 0.82 طلب مننا أن نثبت أن آ و ب أي حادثتين آ و ب غير متلائمتين وش نقصده بكلمة غير متلائمتين يعني لما نقول آ و ب حادثتان غير متلائمتين وش نقصد بها يعني أي P ل آ إ تقاطع ب تساوي ماذا تساوي المجموعة الخالية وش نقصد إذا قلنا آ و ب حادثتان غير متلائمتين إذن علي نثبت أن آ و ب حادث أي غير متلائمتين وش عندنا في القانون عندنا P لأ اتحاد ب وش تساوي تساوي P لأ زائد P ل ب ناقص P لأ اتحاد ب صح إذن وجد تسمح تساوي P أو شنية أي 0.45 زائد P ب 0.37 و ناقص 0.82 إذن وجد تعطينا يعني 0.82 ناقص 0.82 إذن تعطينا ماذا تعطينا الصفر تعطينا الصفر وعليه وش نقول أن الحادثة مدام هذه P لأ تقاطع ب صبناها تساوي الصفر أي المجموعة الخالية وش نكتب وعليه الحادثتين غير متلائمتين حادثتين غير متلائمتين وعليه وعليه جاوب التمرين هذا في خلال كذلك في خلال ثواني وش يقول التمرين الثالث هذا يقول ظهرت وجوهها من 1 إلى 6 أي احتمال ظهور الوجه 6 يحقق الأعلاقة التالية P1 يساوي P2 يساوي P3 يساوي P4 يساوي P5 يساوي P6 المطلوب مننا حساب احتمال ظهور كل وجه صح إذن نحن وش عندنا نحن عندنا أو لدينا لدينا ما أي P1 زائد P2 زائد P3 زائد P4 زائد P5 وزائد P6 وش يساوي قلنا المجموع التحب لازم يكون يساوي الواحد يساوي الواحد ومنه وش يصبح عندنا ومنه يصبح عندنا P1 زائد مدام P1 تساوي P2 تساوي P2 إذن P1 في مكان P1 في مكان P2 مدام تساوي P1 ندير P1 زائد P3 P3 أي P1 يساوي 2 أي جود P3 يعني P3 يساوي نصف P1 زائد نصف P1 صح P1 P1 تساوي 1 يعني كل 1 عوص P1 في مكان كل 1 عوص P1 في مكان وعليه وش يصبح عندنا يصبح عندنا أربعة شاءنا عندنا P1 لحظ كائن وحده زوج ومبعد ثلاثة بعد أربعة يعني تولي عندنا أربعة P1 زائد أنتبه عندنا لحظ عندنا 1 على 2 P1 و1 على 3 P1 يعني عندنا هذه وعندنا هذه هنا 1 على 2 و1 على 3 لازم ننوحد المقام المقام المسترك هو 6 يعني الواحد مضرب في 3 والواحد مضرب في ماذا في الاثنان يعني تولي ثلاثة زائد 2 تولي 5 على 6 نتولي ماذا زائد 5 على 6 P1 P1 تساوي ماذا تساوي الوحد لحظ عوص في مكان بعد جمعت إذن إلا هنا لاحظ عندي ربعة وزائد خمسة على 6 يعني إن وحد المقام تولي كيف من هك الوحد ربعة رجع على المقام تح ستة ولي يعني ربعة ستة ولي 24 على 6 زائد ماذا خمسة على 6 هك يعني محد المقام واش واش تصبح لي تصبح أي P عفوا P لواحد تساوي ماذا أي تساوي يعني هنا واش يقول لي عندي يقول لي عندي 29 على 6 أي شفتوا اللي عندي 29 على 6 P 1 تساوي الواحد ومن P 1 واش تساوي 1 على 29 على 6 أي تضربوا في مقلوب أي تساوي واحد مضروب في 6 على 29 في 6 على 29 ومن هو 6 على 29 إذن P 1 تساوي ماذا 6 على 29 هذا الجد أي ظهور كل وجه يعني هذا كمال ظهور كل وجه كمال كذلك مع التمرين هذا قال لك نظامة خمس لاعب A B C D E منافسة في لعبة شاند ربط يعني جو د شك نفرض أن اللاعبين A B C لهم نفس احتمال للربح واللاعبين D E لهم نفس احتمال للربح يعني A B C احتمال ربح بتاعهم كيف كيف أما D E احتمال ربح وأن اللاعب A له ثلاث مرات حظوظ الربح بالنسبة لللاعب د يعني إذا كان A عنده ثلاث مرات حظوظ الربح بالنسبة اللاعب د إذن كذلك له ثلاث مرات حظوظ الربح بالنسبة لللاعب E لماذا لأن E عنده نفس احتمال ربح هما D هكذا و B و C كيف كيف لهم ثلاث مرات حظوظ الربح بالنسبة لللاعب D وبالنسبة لللاعب L لأن هم كيف كيف مع A هكذا نفهم إذن وش مطلب مننا أولا حساب احتمال للربح لكل لعب صح ثانيا حساب الاحتمال لربح D والأ و والأ انتباع مليح كيف ينفرق بين يقولك D وأ وبين D أو أ ثالثا مطلوب أي ما هو احتمال ربح A أو B أو C ورابعا ما هو احتمال أن B لا يربح ما يربح نبدأ عندنا أولا وش لدينا شو مليح وش قالوا تعلمت وظف مع المطلوب عندنا B ل A وش تشاوي تشاوي P ل P وتشاوي P ل C ما ذلك أن احتمال الربح كيف كيف عندنا كذلك P ل A تشاوي P ل D أي احتمال ربح هذا وزوج كيف كيف هذا ثلاثة وحدهم وهذا وزوج كيف كيف وثانية أعطونا باللي احتمال ربح تا A يشاوي سلس مرات احتمال ربح تا D هذا ما وش أعطونا في فرنوش ولدينا أيضا أي هنا لدينا ولدينا أيضا ما لدينا أيضا أن P ل A زائد P ل B زائد P ل C وزائد P ل D وزائد P ل E وتساوي قلنا وتساوي واحد هذه دايما ما ننسوهاش ما لازمش تنساها ولا متفاهمين صح إذن مدام P ل A تساوي P ل B C مقدر نكتب هنا P ل A زائد P ل A كيف كيف زائد ماذا P ل A ها هذا زائد P ل D يعني P ل A تساوي ثلاث مرات P ل D حيث P ل D تساوي واحد على ثلاثة P ل A أي زائد واحد على ثلاثة P ل A و P ل E مدام P ل D ربح تح P ل D و نفسه تح P ل E عندهم نفس نفس الربح P ل E و D إذن كيف كيف P ل A كيف نقدر أنه يسوى أي P ل A يساوي ثلاثة P ل E كيف كيف نفس الشيء ومنه هذه تولينا واحد على ثلاثة P ل A هكذا وتساوي الوحد أكتوك باش رجعت كامل P ل A حيث وجدوا لدي P ل أشعر كين ثلاثة هاي تولي ثلاثة P ل A زائد هنا يلاحظ واحد على ثلاثة واحد على ثلاثة أي اثنان عن ثلاثة P ل A هكذا تساوي ماذا تساوي الوحد إذن هنا وبعد واش تولي لكن واحد المقام تولي هنا تسعة على ثلاثة زائد اثنان على ثلاثة ومنه واش تولي تولي ل احداش على ثلاثة P ل A تساوي الوحد أي P ل A تساوي ماذا تساوي يعني هنا تساوي الوحد على ماذا على ثلاثة على ثلاثة ومنه تساوي الواحد في ثلاثة على احداش أي تسبح تساوي نا ثلاثة على احداش P لأ تساوي ثلاثة على احداش وعليه واش ينتج عندي وعليه أي P لأ نساوي ماذا P لB نساوي P لC أي كامل سيبهم يساوي ثلاثة على احداش أي P لأ تساوي ثلاثة على احداش P لB تساوي ثلاثة على احداش P لC تساوي ثلاثة على احداش وعكذا اما P ل D لتساوي احتمال ال E واش تساوي نعم يعني اذا كان عندي مثال ثلاثة P ل D تساوي ماذا تساوي ثلاثة على احداش لماذا لأما ثلاثة P لD هاي ثلاثة احتمال D باش تساوي P احتمال A P يعني تساوي مادا P تساوي ثلاثة على احداش اذا واشتولنا هذي واشتطينا انه P ل D واش تساوي تساوي اي ثلاثة على احداش على ثلاثة ومنهم تساوي ثلاثة على احداش مضربة في مقلوب واحد الكسر هذا تساوي يعني ثلاثة تروح ثلاثة اي تصبح انا واحد على احداش اذا واش تصبح تساوي تساوي واحد على احداش وهكذا جاوبنا على السؤال الاول السؤال ثاني مطلب انه حساب احتمال لربح D او E D او E يعني عرف هذين واش لدينا لدينا ماذا ماذا يقول لك D او E يعني P لمن D اتحاد E هذي يوصن قصدو بيعرف B يعني هنا واشتو تساوي ماذا P ل D زائد P ل E وناقص P D تقاطع E يعني هذي D و E وهذي D او E يعني هذي يسقط لك انتباه في الاسئلة او ما قال لك و تحسب D تقاطع لكن كون قال لك او تحسب D اتحاد E انتباه لهذه اذا هنا عندنا P D تقاطع E يعني هنا باين لوحدة مع المشتر كما يعني P D تقاطع E يسوي ماذا يسوي الصفر لأن D تقاطع E سوي مجموعة الخالية اذا لحنا الحادثتين D وال E اي الحادثتين D وال E و غير متلائمتين غير متلائمتين غير متلائمتين اذا اللعنة واستغلنا P ل D اتحاد او E تسوي ماذا P D زائد P اي احتمال D احتمال E يعني صبناهم صبناهم هذه واحدة الى احداش زائد الخرا صبناها واحدة الى احداش وهذه ماذا ماذا بحادثتين غير متلائمتين صبناها الصفر اي ناقص الصفر ومنه يسوي اثنان على احداش وهذا احتمال احتمال ربح D او المطلوب من ثالثا قالونا ما هو احتمال ربح A او B او C A او B او C يعني هذا نكتبو على الشكل التالي P ل A او B او C اي يساوي ماذا ضحظ هنا واشتوس بحث P ل A او B زائد P ل C ناقص P ل A انت بان رح عفونا احنا كان قوس P D A و B او B تقاط C شو كفاش هذي كيكونوا ثلاثة هاو القانون داح واش لدينا لدينا ماذا لدينا A او B واشتوس اي تقاط C واشتوس تساوي تساوي المجموعة الخالية ومنه ومنه واش يصبح عندي يصبح هاذ ال P هاكدا اي ل A او B تقاط C يساوي ماذا يساوي السفر يعني الجهة هذي كامل راحة تساوي السفر وعلي وعلي اعفون وعلي والصباح عندي اي P ل A او B او الس تساوي ماذا تساوي P ل A زائد P ل B زائد P ل C ناقص P ل A تقاط C هكذا وبما ان بما ان هذا اي ال A تقاط C يساوي المجموعة اخرية اذا هذه كامل تروح ومن هو يصبح عندي ومن يصبح عندي في ل A او B او C يساوي ماذا P ل A زائد P ل B وزائد P ل C اي معلية الا نعوض القيم بتاعها موصبناها ثلاثة على 11 زائد ثلاثة على 11 وزائد ثلاثة على 11 ومن هو يساوي 9 على 11 يعني هذا هو هذا هو احتمال ربح A او B او C السؤال الرابع السؤال الرابع هو حساب احتمال ان لا يربح الب يعني راح ينحسب P ل B ب ر ها ما يربح B يعني العكس تح P bar وش قلنا في القانون وش لدينا لدينا P bar يساوي ماذا يساوي 1 ناقص P ل B ها كذا هذه لدينا فالقانون ها كذا ومن اصبح عندي ومن اصبح عندي P اي متقلمة P ب bar تح ماذا 1 ناقص 3 على 11 ك عفوا على 11 كن وحد المقام تولينا 11 ناقص 3 طبعنا 8 على 11 ها هو احتمال ان لا يربح البي نواصل مع هذا التطبيق قال لك مجموعة متكوينة من 100 شخص 60% رجال نعلم ان 20% من الرجال و25% من النساء يتكلمون الفرنسية للغة الفرنسية نختار شخص اشوائيا من هذه المجموعة ما هي احتمالات الحوادث التالية الحادثة رجل يتكلم الفرنسية الحادثة ب امرأة تتكلم الفرنسية الحادثة س شخص يتكلم الفرنسية اذا ماذا نقصد بكلمة شخص يعني اما ان يكون رجل او امرأة لاحظ ان في هذه التجربة كل شخص له نفس الاحتمال كل شخص له نفس الاحتمال يعني 60% 60% رجال 60% رجال هذا يمثلون ماذا يمثلون يمثلون ستين رجل لماذا لانا عندنا مئة مئة شخص يعني ستين بين مئة رجال يحب يقول انهم ستين رجل وعادد النساء كم وعادد النساء بين عادد النساء هو اربعون كين ربعين اذا النساء يمثلون ربعين بالمئة صح قلنا عشرين بالمئة عادد الرجال الذين يتكلمون الفرنسية عشرين بالمئة عدد الرجال الذين يتكلمون الفرنسية هو ماذا يعني عشرين في اي عشرين في ماذا في اي عشرين بالمئة من ستين مشين من المئة علي ستين فرسكو قال لك عدد الرجال اذن عشرين بالمئة من هذا العدد من الستين اي عشرين في ستين تقسيم ماذا تقسيم مئة ومن واش انصيبه انصيبه تساوي ماذا اي او هو ثناش ها ثناش توقف يعني لانا هو المطلوب من الاحتمالات لانا احتمال الحادثة ا في ل ا تساوي ماذا تساوي ثناش على مئة لانا عندنا مئة شخص وعندنا اللي تكلموا الفرنسية هما ثناش الراجل فقط ثناش الراجل فقط اذن تساوي صبر فاصل ثناش هذه الحادثة ا عندنا كذلك خمسة وعشرون بالمئة خمسة وعشرين بالمئة عدد النساء اي عدد النساء الذين يتكلمون الفرنسية الذين يتكلمون الفرنسية يعني خمسة وعشرين بالمئة منين من من ربعين هذا من ربعين كأن ربعين امرأ عندنا مئة ستين راجل ربعين امرأ صبر نحن ثناش واحد اي ثناش الراجل من ستين هذو اللي يتكلمون الفرنسي ومن بعد عندنا ربعين امرأ لازم كأن خمسة وعشرين بالمئة من هذا الربعين اللي يتكلمون الفرنسي هذا مكان دوق واش نديرو لها اي هو ماذا نديرو نديرو الخمسة وعشرين فيما في الربعين في الربعين تقسيم مئة تقسيم مئة واش نصيبو نصيبو عشرة نصيبو ماذا نصيبو عشرة ومن هو الاحتمال الحادثة ب هو اي عشرة تقسيم اي على المئة المجموعة الشاملة فيها مئة وهنا الحادثة تقسيم عشرة فقط اذا يساوي ماذا صفر فاصل واحد صفر فاصل واحد وماذا وش قالوا لنا في السؤال الثالث قال لك س شخص يتكلم الفرنسية اي يمكن اما ان يكون رجل او امرأة لا ناكي واش نخطر انتبه معي هنا واش عندنا عندنا اي احتمال س واش نساوي ماذا اي في اتحال ا اتحال ب اي احتمال ا اتحال ب نساوي ماذا نساوي في احتمال ا زائد احتمال ب هكذا ناقص طبق القانون ناقص احتمال ا تقاطر ب احتمال ا تقاطر ب هنا واش نصيب اي تساوي صبنا احتمال ا 0.12 زائد احتمال ب اللي هو 0.1 ناقص ناقص الصفر لماذا الصفر لماذا لان الحادثتين لاحظ لان الحادثتين ها ال ا و ب وش نقول عليهم اي غير متلائمتين غير متلائمتين غير متلائمتين اي انو ا اتحاد بتساوي المجموعة الخالية تساوي المجموعة الخالية اذا الناتجة عندي واش تكون لها 0.1 الامكانية اوميغا هي اولا اوميغا تساوي B و V و G واش يقصدون بكلمة B و V بالحرف B و V و G ببيضاء بلون V خضراء ذير و G صفراء اي جون بلون ذير جون ثانيا اوميغا هي الكورات العشر اولا واش عندنا نبدأ بالسؤال الاول عفونا السؤال الاول واش عندنا اي لدينا اوميغا تساوي بلون ذير جون صح ومن اوم واش تولي عندي ومن اوم اه اي احتمال الكورات البيضاء هو شعال منها من كورة منها ثلاثة اذا ثلاثة على شعال كين انتو من كورة ثلاثة والربعة وثلاثة صفر عشر هذا احتمال كورة البيضاء الان احتمال الكورة الخضراء هي ماذا شعال عندنا ربعة اي ربعة من عشر واحتمال الكورة الصفراء زون لابخوبابيليتي دي بول زون صح يوش تساوي عندنا ثلاث اي ثلاثة على عشر لو جمعنا ثلاثة على عشر زائد ربعة على عشر زائد ثلاثة على عشر نصيبوه عشر على عشر اذا نصيبوهم يساوي واحد نصيبوهم يساوي واحد اذا هل هنا قال لك واش قال لك هل يوجد تساوي احتمال هل هل هنا هل هنا هل هنا تساوي احتمال لا يوجد تساوي احتمال في هذه الحالة وعليه وعليه اي لا يوجد لا يوجد تساوي احتمال ماذا سؤال الثاني قال لك ثنين الثاني قال لك اوميغا هي الكورات العشر يعني هنا واش يقصد بها لاحظ اثناني اوميغا هي الكورات العشر يعني اوميغا تساوي ماذا البرونش على الكائن كائن ثلاثة اذا ب واحد وبعد ب ثنين وبعد ب ثلاثة وبعد الفارش على الكائن كائن ربعة ذ واحد ذ ثنين ذ ثلاثة ثلاثة وب أربعة ذ ذ لفار لجون شعال كائنين كائنين ثلاثة اذا ج واحد ج اثنان وج ثلاثة اذا هنا عندنا احتمال كل امكانية هو ماذا اي احتمال كل امكانية هو ماذا واحد على عشر وحدة اذا جبذنا وحدة وحدة على عشر واحد من عشر مش كما هنا قال لك البلون نجبدو واحدة من ثلاثة ثلاثة طرو ثلاثة ثلاثة كوريات صح أنا نجبدو اللولا ما زندوش نجبدو 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 الثانية واحدة كل واحدة واحدة اي احتمال كل امكانية هو ماذا هو واحد على عصب وعليه لنلاحظ انه يوجد تساوي احتمال وعليه يوجد تساوي احتمال هاك نواصل مع حدود دائما تمرين اه كان عندي ملاحظة اذا كان اذا شتو يعني كنت تدرس في فيديو وكان الفيديو طويل مش شرط فيه ساعتين ولا ثلاثة لازم تقرأ ساعتين ولا ثلاثة على طريق اقرأ قدليت الجم وننصحك انك في الرياضيات مادي باشي الساعة ساعة تكفي اشفى مثلا او الفيديو يمشي راك تمشي راك تمشي اي من الصف هاك تمشي راك تمشي راك بلاحقة مثلا اينار قال اينار كات مينيت ولا اينار سام مينيت اشفى وين حبست ومبعد روح 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 غلق كامل وعاو درجاع ابدا من هذي وابدا تكمل يعني باش ما يحكم ارها بتتعبش هاك نختم كما كما تدي باسي الساعة ستور رياضية ساعة كفير وحلو بوزي ودور وانش عارف او دور جاو تمرين هذا قال نرمي زهرة نرد حيث وجه واحد مرقم واحد ووجهين مرقمين بزوج يعني زهرة نرد كما تعرف باللي فيها دقت لجاو هكا هكذا يعني عندنا وجه واحد برق مرقم وحدة زوج وجوه مرقمين بزوج هكا كين جوج فيهم زوج هكا كيف كيف وكين ثلث وجوه فيهم ثلاث هكذا هاي ثلث وجوه يعني مش كمال اللي اموال في نلعب نعرف هدي ذكره فيه واحد زوج يعني كل وجوه مرقم من واحد تحتاج هذه حالة خاصة وانه واحد زوج مرات هذا وثلاث مرات هذه صح نكمل قال لك هل هناك تساوي احتمال وثانيا قال لك اي المجموعة الامكانيات التي يكون من اجلها تساوي احتمال اذا واش عن عن اي السؤال الاول عفون في السؤال الاول اي لدينا لدينا ما لدينا احتمال احتمال رقم واحد وشنه هو واحد من ستة واحد من ستة لانه وجه واحد فقط ليحمل هذا الرقم عندنا كذلك احتمال رقم اثنين شعار كين وجهين يحمل هذا الرقم اذا هما اثنان من ستة وانجنرال اونتو كين ستة وجوه وعندنا كذلك احتمال لاحظ العدد ثلاثة الرقم ثلاثة شعار كين كين ثلث وجوه لحمل الرقم اذا ثلاثة على ستة اذا ثلاثة على ستة زائ اثنين على ستة زائ واحد على ستة تسوي ماذا ستة على ستة اذا تسوي واحد اذا هذه صحيح هل هنا كين تساوي احتمال لاحظ بلما كاش تساوي احتمال وعليه وعليه ليست هناك تساوي احتمال ليست هناك تساوي احتمال ما كاش ثلاثة قال لك اين مجموعة الامكانيات التي يكون من اجلها تساوي احتمال صح ما هي هذه مجموعة لنخيلها اذا مجموعة الامكانيات التي يكون من اجلها تساوي احتمال هي ماذا هي انه لازم يكون لازم يكون اوميغا يساوي ماذا يساوي واحد اثنين او ثلاثة فقط لماذا لان اه في واحد اي احتمال واحد تساوي واحد على ثلاثة ها مشي كما هذه اوميغا هنا اوميغا يساوي واحد ومعا ثلاثة 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 يعني عينت مجموعة مجموعة امكانيات هذه اوميغا حتى يكون من اجلها تساوي احتمال هنا لاحظ ان الواحد ثلاثة ويكون عندنا في احتمال الرقم اثناني واحد كذلك من ثلاثة واحتمال الرقم ثلاثة كذلك واحد على ثلاثة واصل مع التمرين هذا لكن نفرض انه في ولادة هناك نفس الحظ تتكون بنت او والد اولا باعتبار الترتيب في الولادات عين كل امكانية لعائلة بثلاث اطفال ثانيا احسن احتمال ان تكون عائلة بثلاث اطفال تتضمن بنتين يعني في هذو الثلاث اطفال يكون زجمنات ووالد يعني تتضمن بنتين اولا لازم من نرمز اي نعفون نرمز للوالد ب ج نسبة الى غارسان ان فرانسي غارسان والبنت اف نسبة الى في ان فرانسي اولا لا حبينا يشوفوا يعني واش قالوا نا باعتبار ترتيب كل امكانية لعائلة بثلاث اطفال هنا لازم ندر مخطط شجرة دروا شجرة اذا شجرة النتائج شجرة النتائج لعائلة بثلاث اطفال لعائلة بثلاث اطفال يكتل كيف ننجز هذه الشجرة تبع مخطط اولا نبدأ من الدبي من العقدة الحائية وهكذا وهكذا يعني هنا ج هنا اف ومن بعد هذه تنطلق هكذا وهكذا يعني ج اف اف ومن بعد هذه تطع ج وتطع ماذا اف ومن بعد هذه تطع ج وتطع اف ومن بعد هنا عندنا لاحظ نزيدون وسعو هشوية هذه درنا ها صغيرة نزيدون وسعو فيها هكذا اي اف هكذا حتى تكفينا البلاسة تولي هنا ج وهنا الاف تولي عندي هنا ج وهنا ماذا وهنا اف هكذا اراني واشدرت انجست شجرة لاحظ انه عدد الامكانيات لعائلة بثالث اطفال هو ماذا واحد زوج ثلاثة ربعة هو كم اكون واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثم اذا واش نكتب اي عدد الامكانيات امكانيات لعائلة لعائلة بثلاث اطفال ثلاث اطفال هو ثمانية هو ثمانية ومنه الامكانيات الثمانية الان نكتب الامكانيات الثمانية ومنه الامكانيات الثمانية هي نكتب نكتب الامكانيات الثمانية نشوف تبر الشجرة وما ستكون شوف ما هي الشجرة وما عندنا جي 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 اي عائلة تتكون ثلاث اقفال هنا في الحالة الاولى لاحظ ان عندنا جي يعني هنا عندنا طروة غارسون اولاد ثلث اولاد عندنا الحالة الثانية عندنا جي جي اف حالة الثانية عندنا جي و جي و اف يعني دو غارسون اين في صح الحالة الثالثة عندنا جي اف جي وصلت في بغراسة إدعى، أنه أفضل إغراسة وادي و شخص حسنا أفضل إغراسة إغراسة أفضل إغراسة إجرى، أنه أفضل إغراسة إجرى مددورة يقول لهم فج ويقولون فج فج يقولون فج ف ج ف فش فف ج ف ف ج F F G وآخيرا F F F يعني رسقوا ربي بثلاث طفلات آخر F F F و هذو هم الإمكانيات الثمانية السؤال الثاني واش قالوا لنا في السؤال الثاني نرجع للسؤال الثاني قال لك أحسب احتمال أن تكون عائلة بثلاث أطفال كما شفنا بالصحة هذا المرأ تتضمن بنتين تتضمن زوج ابنات فقط يعني أنجو لنا فاللي اكتبت هذا الإمكانيات واش قال ثانيا الإمكانيات الملائمة الإمكانيات الملائمة لهذه الحادثة لهذه الحادثة هي ملاء أي لازم يكونوا زوجبنات هنا راحة فاللي هذو لها هنا هاي هذي فيها زوجبنات هاي كوحدة هنا كين زوجبنات فعام زوجبنات وهنا كين زوجبنات إذن هذه الإمكانيات الإحتمال هو ماذا شعال عندنا عندنا شعال كين لنا كين كين ثلاثة واحد زوج ثلاثة ثلاثة شعال المجموعة الإمكانيات أو المجموعة الشاملة عندنا ثمانية أي طروع شير ويد هذا هو الإحتمال وهكذا نكونوا قد أجبنا على هذا التمرين في خلال ما باثلت دقائق نواصل مع التمرين هذا شوية طويل في شارك التأمين أي عقد مسجالين موزعة كالآتي عندنا 72% مسجالين على الأقل هالا أقل في تأمين السيارات 54% مسجالين على الأقل في تأمين السكن 30% مسجالين على الأقل في تأمين على الحياة 7% مسجالين في تأمين الثلاث يعني في السيارات السكن والحياة 25% مسجالين في تأمين السكن والسيارات فقط 31% مسجالين في تأمين السيارات فقط 14% مسجالين في تأمين السكن فقط السؤال الأول مطلوب منه تمثيل هذه الوضعية بمخطط ثانيا قلت ترسل الشركة مرسلة عن طريق البريد لأحد زبائلها مختار عشوائيا يعني كعشوائيا نضع المؤمن مسجل في تأمين السيارات يعني أسيرونس أوتو أسيرونس أوتو يدخل فيها الكاميون يدخل فيها الموتو يدخل فيها الطولن بكل حاجة أسيرونس قولوا لا بيطان تأمين على السكن المؤمن مسجل في تأمين عن الحياة المطلوب مننا حساب احتمال احداث تالية A تقاطع A اتحاد A اتحاد V اي او V او H متممة A اتحاد H ومتممة A اتحاد V ثالثا قالوا انها عبر بدلالة A والاش والفي على الاحداث التالية F المؤمن مسجل فقط في التأمين عن السيارات G المؤمن مسجل في التأمين عن السيارات والسكن فقط يعني نبدأ بالسؤال الاول اي نمثل هذا الوضعية بمخطط انا نشوفوها كيف يجب ان نمثلوها بمخطط نقدر المثلوها بهذا المسيحة نشوفو نجيب ثلث دائرات ثلث دائرات نجيبو الدائرة اللولى نحطها لحنة لاحظ فشانيدي ونجيب الدائرة الثالثة نشوف كيف شراني راح ندير وانتباهوا شراني راح ندير هكذا ونحن نجي نسمي هذا الدائرة الأولى اللي هي A المؤمن مسجل في تأمينة سيارة أوطو نسميها A هذه المؤمن مسجل في تأمين سكن لا بيطاء هذه نسميها A وهذه المؤمن المسجل في التأمين على الحياة نسميها V صح أنا شعال عندي هنا 72% مسجلين على الأقل في التأمين على السيارة يعني هنا عندي 72% هكذا عندي 54% مسجلين على الأقل في التأمين على السكن يعني لا بيطاء أي 54% وعندي اللحنة أي في التأمين على الحياة 30% هاي 30% ومبعد عندي 7% مسجلين في التأمينات الثلاث ورهي هنا يا لابارتي اللي مشتركة بيناتهم في ثلاثة هي هذه مشتركة بيناتهم في ثلاثة دائرة إذن اللحن ندير 7% هاي عندي 25% مسجلين في التأمين السكن والسيارة فقط السكن والسيارة فقط يعني اللابارتي اللي راهي مستركة بين الأ والأش فقط نياري 25% نياري 25% هاي عندي 31% 35% ندرنا 31% مسجلين في التأمين السيارات فقط يعني غير السيارات فقط إذن نحط نحط اللحنة كيف يفرق بين قاتلنا هنا 9% لماذا 9% اللحنة لأن لو نجمع هذا أي 72% لازم ننصيب 31 زائد 25 زائد 7 زائد 9 باش ننصيب 72 بالمئة باش ننصيب ماذا 72 بالمئة ثاني عفوا هنا عندي 8 بالمئة هنا وشي خص كون نجي نحسب هنا 54 بالمئة لازم 14 زائد 25 زائد 7 زائد 8 باش ننصيب 54 إذن هنا عندي 30 بالمئة إذن 9 زائد 7 زائد 8 وشي خص تخص 6 بالمئة باش تقول لي 30 بالمئة هكذا أني عمرت المخطط تاه هكذا جاوبت على السؤال الأول تاه وهو السؤال الثاني واش قالك إذن هنا قلك ترسل الشركة مرسلة عن طريق البارد لأحد زبائن مختار أشوائيا ما ضع من هذه لبنة طلبوا مننا حساب احتمال الأحداث التالية صح حساب احتمال الأحداث التالية يعني أ تقاطف ب ثانيا لدينا ماذا لدينا لاحظ ب لأ واشنين أي احتمال أ واشنين هو أي مدام 72% إذن تقول لي 0.72 احتمال 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 مدام رهي 54% إذن تقول لي 0.54 واختمال V يقول لنا 0.3 لأنه 30 بال إذن نبدأ باللولة اللي هي احتمال ا تقاطع V أدو لأنه احتمال A تقاطع V هكذا واش تساوي تساوي واشنقصته بكلمة تقاطع أي أعداد المشتركة بينتهم هنا لو نعود نرجع للمخطط لاحظ نعود نرجع للمخطط العداد المشتركة بينتهم مين راح أوتوماتيك مو هي هذه هذه مشتركة بين 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 A وال V هذه أي 7% وتسعة بال مية هي اللي راهي مشتركة بين بين A وال V هيا إذن تساوي ماذا تساوي 7% أي 7% أي 7 تقسيم مية تولينا 0.7 7 زائد 9% تولينا 0.09 ومن هو تساوي 0.16 تساوي ماذا 0.16 قاتلنا احتمال A اتحاد B احتمال ماذا A اتحاد B هيا احتمال A اتحاد B عفوا ترك B اتحاد A اتحاد A شاوي ماذا نحن نطبق القانون أي احتمال A زائد احتمال B وناقص هذا شفناه في الخواص نقص A تقاط H نقص A تقاط H إذا لانا وشتولينا عندنا 0.72 احتمال A زائد احتمال B هو 0.54 نروح نشوف A مع H وش كاين A مع H نروح نشوف المخطط A مع H ورساطات هنا عندي 25% وعندي 7 يعني A تباهم A مع H هاي هاي لا باردي هاي هاي تقاط A مع H يعني 7% و25% اي ناقص ماذا ناقص 0.25 زائد 0.07 ومن سبع 0.94 0.94 الان واش بقالنا احتمال A أو B أو V أو H A أو V أو H واش كاين اللي يشترك بناتهم في ثلاثة لعنة هي هاي هاي ربارتي 7% هي اللي تشترك بناتهم في ثلاثة أي احتمال A اتحاد نمنا عفوا إن هنا A تقاطع V تقاطع H واش صبنا صبنا تساوي 0.7% أي 0.07 واش بقالنا كذلك بقالنا متممة A اتحاد H متممة A اتحاد H أي احتمال متممة A اتحاد H واشتغينا عندنا قانون أنه 1 ناقص احتمال A اتحاد H تساوي مو و A اتحاد H صبنا 0.7% 94 أي تساوي 1 ناقص 0.94 هي ها هي ها هو 0.94 إذن نصيبها تساوي 0.06 عفونا كذلك عندنا احتمال A تقاطع اتحاد V أي متممة اتحاد هذه تساوي تساوي ماذا واحد ناقص احتمال A اتحاد V هكذا ذلك الروح نحسب A هذه ما عندنا نحسب 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 V وناقص أي احتمال لحظ احتمال A تقاطع V شعر صبنا احتمال A تقاطع V صبنا ماذا صبنا 0.16 صبنا 0.16 إذن ناقص 0.16 كذلك نحسب الأعلى 0.72 ناقص صبنا تقاطع 0.86 0.86 وعليه وتصبح منا وعليه يصبح عندنا أي احتمال هذا أي A اتحاد بأي متمين تساوي ماذا 1 ناقص 0.86 أي تساوي 0.14 بالنسبة لأي السؤال الثالث قال لك عبر بدلالة A H و V على الأحداث الثانية F المؤمن مسجل فقط في التأمين عن السيارات في التأمين عن السيارات معبر لها غير هنا قدر هنا F المؤمن مسجل فقط في التأمين عن السيارات يعني هنا تقول F F تساوي A تقاطع مع متنممة A اتحاد V هذا هو الجواب التحق وهنا جيد مؤمن مسجل في التأمين عن السيارات والسكن فقط عن السيارات والسكن فقط أي جيد تساوي A تقاطع A تقاطع متنممة V هذا هو الجواب التحق لله نكتفي بهذا القدر أعزائي الطلبة إلى أن ألقاكم في فيديو آخر لنبدأ فيه إن شاء الله ندخل فيه في درس احتمالات أترككم في لعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر